الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصائد بابا الفاتيكان بابا فرانسيس يبدأ اليوم زيارة تاريخية للعراق تستمر أربعة أيام الولايات المتحدة ترحب بسحب الدول الأوروبية اقتراحا ينتقد إيران في وكالة الطاقة الذرية الثانية صباحا الثانية عشر بتوقيت جرينيتش مجزء إخباري يأتيكم من القاهرة أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو في قصر الاتحادية وأشار الرئيس السيسي عبر حسابه على فيسبوك إلى استعداد مصر لتقديم كافة سبول الدعم للممكنة والتعاون المشترك في مختلف المجالات مع غينيا بيساو نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وفي تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أكد رئيس السيسي أن مصر فقدت اليوم واحدا من أغلى رجالها معلمي وأستاذي وقائدي لواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأضاف كان الفقيد خير معلم وقائدا مخلصا وأمينا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته اللهم ارحم الفقيد الغالي وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان هذا وأصدر الرئيس السيسي قرارا بترقية لواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى ردبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئاسية بمصر أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 455 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع أجمالي المتعافين من الفيروس إلى 142.610 حالات حتى اليوم وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 587 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس لافتا إلى وفاة 49 حالة جديدة وذكر مجاهد أن أجمالية العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 184.755 حالة و10.871 حالة وفاة يبدأ اليوم بابا الفاتيكان البابا فرانسيز زيارة تاريخية للعراق تستمر أربعة أيام وقال بابا الفاتيكان في رسالة إلى العراقيين أنه يزور بلدهم كرسالة سلام بعد سنين من الحرب والإرهاب ودع البابا إلى التعاون في مواجهات التحديات التي يواجهها العالم من بينها جائحة كورونا مشددا على الأخوة التي تجمع كل الطوائف الدينية في العراق رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب الدول الأوروبية اقتراحا لتوبيخ إيران في وكالة الطاقة الدارية وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن واشنطن ترحب بنتائج اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الدارية فيما يتعلق بإيران لافتة إلى أن قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن إيران في الوكالة الدولية للطاقة الدارية جاء بدعم من واشنطن مشيرة في الوقت ذاته لأن واشنطن تتطلع باهتمام كبير إلى رغبة إيران في المشاركة بعملية تفاوضية ملموسة موسيقى موسيقى دربت هزة أرضية بقوة 5.9 درجات وسط اليونان بعد يوم من هزة أولى بقوة 6.3 درجات دربت المنطقة نفسها ووقعت الهزة قرب منطقة لاريسا على بعد 250 كم للشمال من أثناء حيث أوقعت هزة أرضية قبل يوم واحد أحد عشر جريحا أحدهم بحالة حريجة وسببت أضرار مادية في نحو مئة مبنى أصدرت السلطات في نيوزلندا أوامر للسكان في بعض المناطق على السحر الشرقي للجزيرة الشمالية بالانتقال إلى مناطق مرتفعة بعدما ضرب زلزال ثالث قوي المنطقة وبلغت شدة أحدث زلزال وصلت لثماني درجات وضرب جزر كيرماديك إلى الشمال الشرقي من الجزيرة الشمالية ووقع هذا الزلزال بعد آخر بعد آخر بلغت شدته 7.4 في نفس المنطقة وفي وقتا سابق وقع زلزال شدته 7.2 درجة على بعد قرابة 900 كم للشرق من الجزيرة الشمالية وشعر به ألاف السكان ودفع السلطات إلى إصدار تحذير من موجات مد عاتية سونامي وتم رفعه لاحقا ولم ترد تقاريره فورية عن وقوع أضرار بسبب أي من الزلازل الثلاثة نهاية هذا الموجز شكرا لكم على حسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر